أيضاً يمكن أن يكون جوابه قصيراً فيما يتعلق بالميت الحساب طيب إذا كنتم هكذا لأنه بقيت دقيقة هو على سبيل البشارة للمؤمنين و النذارة لغيرهم فهو تبشير للمؤمنين أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و هي نذارة و مقدمة للعذاب الذي يكون بعد الحساب فإذا هو من هذا الباب ما يجده في عالم البرزخ من مبشرات أو من نذر إنما هي من هذا الباب والله تعالى ألم إذن فيأتي الحساب لمعرفة أعماله كلها التي فعلها والتي اقتضى نعم و يكون بعد ذلك الجزاء والبرزخ مرحلة انتقالية بين عالم الحياة الدنيا و بين الحياة الآخرة و كان جواب متقدم فيما يتعلق بالبرزخ لكن الذي يجده الميت في عالم البرزخ لا يخلو من أن يكون تبشيرا أو أن يكون نذيرا بسوء الخاتمة و العياذ بالله و هذا النذير كما أن ذلك البشير يجد الميت فيه سعادة وسرورا واستبشارا فكذلك هذه النذارة فإنه يجد فيها ألما و يجد فيها شدة نعم و لذلك ورد فيها الحديث أيضا من مات فقد قامت قيامته نعم نسعكم الله خير للاتفاة إلى هذا المعنى و الله تعالى أعلم جميل شكرا لكم فضلك بارك الله فيك بارك الله Brother شكرا لكم نعم اشتركوا في القناة